في نفس التوقيت اللي أعلن في جيش الاحتلال حالات الطوارئ واستدعم من الاحتياط بتاعه 360 ألف شخص بسبب عملية طوفان الأقصى فوجي جيش الاحتلال بحالة تمرد كبيرة جدا في صفوف الشباب المطلوب تجنيده الشباب الإسرائيلي قاد أكبر وأوسع عملية تمرد اعتراضا على تجنيدهم السبب اللي طرحوه هو رفضهم للسياسة الإسرائيلية اللي بيتم ممارستها ضد الشعب الفلسطيني واعتراضهم أيضا على عملية الإبادة الجماعية اللي بترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هؤلاء الشباب أعلنوا الثورة وأبدوا استعدادهم للسجن بسبب تمردهم وفعلا تم سجن جزء منهم والبعض الآخر في طريقه للسجن ورغم ذلك وصلوا ثورتهم ضد جيش الاحتلال المصيبة هنا أن الإعلام العربي أفشل من أن هو يتابع الحالة دي ويكون صوت لهؤلاء الشباب اللي بيعتبروا بمثابة أكبر فضيحة ضد ممارسات جيش الاحتلال الكارثة إن مفيش مؤسسات شعبية أو رسمية في المنطقة العربية ترصد اللي حصل ده وإحنا في قناة مصر هنحاول بقدر الإمكان نصلط الضوء على الثورة اللي حصلت مين عارف؟ يمكن نقدر نعمل حاجة وقبل ما نبدأ شير وليك للفيديو دوكم منتك الجميل أنا أحمد عبدالعادي وأنت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معروف إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بيعتمد بشكل أساسي على قوات الإحتياط بتاعته والمفترض جدلا إن بمجرد ما الواحد من دول أو البنت تبلغ 18 سنة هو طبعا بيجند الصبيان والبنات بمجرد ما بيبلغوا 18 سنة تقريبا الشباب بيتجندوا لمدة 32 شهر يعني تقريبا حوالي 3 سنين إلا 4 شهور أما البنات فطبعا مدة تجندهم سنتين 24 شهر كاملا بعد كده بعد ما بيخلصوا الجيش بتاعهم بيكونوا خضعين للتعبئة العامة حسب الحاجة بتاعت جيش الاحتلال الإسرائيلي لحد 38 سنة بالنسبة للإناث ولحد 40 سنة بالنسبة للذكور في أعقاب الهجوم بتاع عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعى حوالي بالزبط 360 ألف شخص كانوا على قوة الإحتياط عرفت حضراتكم عملية طوفان الأقصى عملت إيه في قلب جيش الاحتلال وعملت إيه في قلب الكيان الإسرائيلي طبعا رقم الاحتياط اللي تم استدعائه ده ما كانش مسبوق نهائيا منذ عام 2006 2006 لما حصلت المواجهات ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وما بين حزب الله اللبناني العدد ده بيمثل 4% اللي هما قوة الاحتياط اللي تم استدعائها اللي هي 360 ألف جندي دولي بالزبط بيمثلوا 4% من سكان الكيان الإسرائيلي اللي هما بالزبط حوالي 9 و 7 من 10 مليون ناسمة حاليا في قلب الكيان الإسرائيلي بدأت تنفجر ثورة كبيرة جدا وحالة تمرض من الشباب لأداء الخدمة العسكرية أصبح بيطلق على الشباب المتمرد ده اسم الرافدون رافدون ده المصطلح بتاحهم اللي بدأ يقفز على الساحة الإسرائيلية وبدأ الإعلام العبر وبدأ الإعلام الغربي يتناول الحالة بتاعتهم دية إلا الإعلام العربي لمؤاخزة الإعلام العربي بتاعنا إلا المفترض جدلا يجد فرصة مثل الفرصة دية أساسا مواتية عشان يصلط الضوء على حالة التفسخ اللي بدأت تحصل في قلب الكيان الإسرائيل ويعزف على وطرها زي ما بيعزفه على وطر بشاكلنا وقضيانا لكن مع الأسف الإعلام العربي أفشل من أنه هو يرصد مثل هذه الحالة لأنه مع الأسف إعلام فاشل على الرغم من أنه يستهلك ويستنزف مليارات الدولارات شهريا من أموال الشعوب العربية أصبح بيطلق على هؤلاء الشباب المتمرد اسم الرافضون منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 بتحاول المجموعة دية التي لا يراها أو يسمع صوتها أحد الخروج من الظل تخيلوا حضراتكم أن وسائل الإعلام الغربية هي التي صلطت الضوء على النوعية دية من الشباب الإسرائيلي لدرجة أن راديو فرنسا 24 التقى بمجموعة من الشباب دولي وهتشوفوا حضراتكم الصور بتاعتهم صوفيا أور دية شابة تبلغ من العمر 18 سنة قالت لراديو فرنسا 24 عندما حان موعد خدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي رفضت الانضمام لجيش الدفاع الإسرائيلي وسأذهب إلى السجن العسكري من أجل ذلك فأنا أرفض المشاركة في سياسات القمع والفصل العنصوري العنيفة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وعلى الأخص الآن في فترة الحرب الحالية هذه واحدة من الذين تمردوا على جيش الاحتلال ثم بتقول أنا عاوزة أواصل النضال من أجل إيصال رسالة مفادها أنه لا يوجد حل عسكري لصراع سياسي تال متنك هو أول متمرد ضد الخدمة العسكرية في قلب الجيش الإسرائيلي وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة 30 يوم لرفضه التجنيد وبعد ما يقض السجن بتاعه هتوديه لحد الجيش ويتجند رغم أنفه تال قال في رسالة نشرها على السوشيال ميديا العنف لا يمكن أن يحل الوضع لا من قبل حماس ولا من قبل إسرائيل ولا حل عسكري لمشكلة سياسية لذا فأنا أرفض التجنيد في جيش يعتقد أنه يمكن تجاهل المشكلة الحقيقية في ظل حكومة لا تديم سوى الحداد والألم يعني بسبب الحكومة دي احنا مستمرين في إعلان حالات الحداد يعني احنا بيتقتل مننا نسكتر جدا بصفة مستمرة وبصفة يومية بسبب فشل جيش الاحتلال وبسبب الحكومة الإسرائيلية في حل أزمة وصراع لازم يتحل حل سياسي إفاتيار روبين البالغ من العمر 20 عام قضى أربعة أشهر في السجن بعد رفض التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي طبعا ضية أجزاء أو بعض اللقطات اللي بثتها بعض وسائل الإعلام الغربية بخصوص ما يحدث في قلب الكيان الإسرائيلي حالة من التمرض تعرفوا حضراتكم ان احنا طبعا كنا احنا بثينا عدة حلقات خاصة في الساعات القليلة الماضية الحلقات دي بتكشف السطار عن وجود انتفاضة عالمية على المستوى الدولي تضامنا مع الشعب الفلسطيني أروح حاجة في المسألة دية ايه أروح حاجة ان الاعلام الغربي كان بيضل للرأي العام الدولي بخصوص ما يحدث في قلب الأراضي المحتلة كانوا دايما بيصورونا ان جيش الاحتلال الإسرائيلي ده أقوى الجيوش العالمية وانت ما تقدرش انك انت اساسا تخترق اي صمت واحد من الأراضي المحتلة ليه الكاميرات الاقمار الصناعية القوات العسكرية فحصل اللي حصل يوم 7 اكتوبر اتفضحوا في ضيحة بجلاجل ثم كانوا بيصوروا ان جيش الاحتلال جيش قوي جدا ما فيش سريخ ابن يومين يقدر يعدي من تحته وان هو يقدر يحطم كل المستحيلات منذ 7 اكتوبر وحتى اللحظة الراهنة لم تحقق اسرائيل اي انتصارات على المقاومة الفلسطينية حتى اللحظة الراهنة طبعا تم تحطيم الاسطورة الاسرائيلية المزعومة في ذات الوقت الرأي العام الدولي بدأ توصل كل المعلومات عن طريق السوشيال ميديا الاول مرة بشكل قوي جدا ويتم فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ثم من قلب الكيان الاسرائيلي فجئنا بحركة تمرض غير عادية في صفوف جيش الاحتلال من قبل هؤلاء الشباب الجيل الجديد اللي هو عاوز يعيش في سالم الجيل الجديد اللي هو رافض تحركات وممارسات الكيان الاسرائيلي الجيل ده هو الذي بدأ يقود ثورة التمرض شباب اسرائيليون يقولون لا للخدمة العسكرية لا يمكننا ابدا تبرير ما تفعله اسرائيل في قلب قطاع غزة راديو فرنسا حضراتكم هذه البنت اللي اسمها صوفيا واللي التقوا بيها وجابوا المعلومات كاملة عنها واحنا مع الاسف حتى اللحظة الراهنة اعلاميا مع الاسف لم نستفد من اي معلومات بهذا الخصوص يترى الاعلام العربي هيستيقظ امتى لمؤخذة